خلينا أول يعني أعرف تعليقك أو قراءتك لبيان حماس محتفي والمحتفل بالضربات الإيرانية اليوم وبيان زي يعني ما شفنا حتى اختيار عنوان رئيسي له أنه يعني الرد الإيراني المشرف رسالة قوية للعدو السوريوني وحكومته الفاشية حتى عمليات إطلاق السوريخ البطولية التي ينفذها حرص الصور الإسلامي في إيران كيف تقرأ مثل هذا التعليق والحالة الاحتفائية دي وهل بتعتقد أنه ما جرى اليوم قد يخدم غزة أو حماسا في لحظة ما؟ يعني خلينا أقول لك من الآخر والجزء الثاني في السؤال كل التطورات الحالية لا تخدم غزة ولا تخدم حماس ولا تخدم القضية الفلسطينية الإعلام العالمي الآن نسي غزة ونسي حماس والمحلي والمحلي طبعا حتى اللي كانوا رفعين فكرة تجزة فوق دماغهم من الظهار حتى الفضائيات الفلسطينية نفسها مهتمة في لبنان أكثر من جزة وبالتالي ده التمن الأول التمن التاني إذا توسعت الأمور في لبنان إسرائيل دخلت جنوب لبنان حتى لو أنطار لن تخرج منها بسهولة وبالتالي ستركز كل الأنظار على لبنان وحننسى أن إسرائيل تنسحه منه وبالتالي بنتكلم عن النازحين في لبنان وبنتكلم عن مساعدات لبنان خلاص القصة عادت لكت تاني مرة نفس المشهد في غزة بنرجع تاني أنت مالك فترة تسمع عن محور نتسريم ولا محور في لديل في انتهى خلاص خلص قصة خلاص ما بقى كل ده ودخول الشاحنات والمساعدة كل ده انتهى البيان بتاع حماس هو بيان يعني الموظف اللي بيجامل رئيسه أو بيجامل صاحب العمل ما هو ده اللي بيدفع المرتبات وده اللي بيدي السلاح وده اللي بيحمي وبيقوي وإلى ذلك وبالتالي لا يجب النظر إليه تحتاجه في الظهر وخليني أقول لك من الآخر حماس انهزمت شر هزيمة على الأرض في غزة زي ما قلت لك لم تستطع أن تحمي متر واحد من غزة المعظم قدرتها دمرت السواريخ المسيرات التهديد الكتائب بتاعتها كلها دمرت فقط حماس موجودة لأنها جزء من الشعب الفلسطيني وموجودة لأنها متغلغلة في الجهاز الإداري والجهاز الأمني وما إلى ذلك وليس فقط الجهاز العسكري وموجودة لأنه كلمة المقاومة مش محتاجة أن يبقى عندك سواريخ ومسيرات وغيرها لا انت لو في حد عندك في الأرض ومعاك حتة رشاش ولا مسدس ولا سكينة هتقاوه لكن بقى أنك تشكل تهديد لإسرائيل لا دانتها وبالتالي لا يجب أن نقف سريعا عندما تقول حماس في هذه اللحظة وأنا أظن أن إسرائيل كانت تستطيع الأصول إلى السنوار ولكنها طرقته ليكون عبرة فيما بعد الجميع هي اخترت من هو أهم من لمد أسباب وجودها لأن في كل الوقت الشرع الحمساوي متعامل على أنه السنوار متأتس في البعض كان يمتدح السنوار أنه قدرته على الاكتفاء أقوى من قدرة حزب الله وقياداته وحصد نصر الله وأنه حماس ضد الاختراق بينما حزب الله مختلف فتعاملوا على مردودة على أنه يعني قدرة هذا كلام على فكرة كلام مردود عليه لأنه هناك شخص أهم من السنوار بكثير في المقاومة في حماس وتم اختياله محمد الضيب صحيح وهناك مروانيس مسكوت عنه محمد الضيب لم تعلن أطلاقا شيء طبيعي أنه ما تعلمش لأنه الإعلان عن استشهاده ده إضعاف لقدرتها بل بالعكس ده فيه شكوك أنه السنوار نفسه قتل والأمريكان والإسرائيليين حللوا الخطابات اللي صدرت عن السنوار من أسبوعين لما هنى الحسيين ولما مش عارف و هنى الرئيس الإيران والرئيس الإيراني وبتاع لأ ده خلى الواحد يعني يشك أو خلى الآخرين الأجهزة المخابرات تشك وبدأوا يدوروا في الجسامين في خانيونس وغيرها احتمال يجدوا وإن كان السنوار على قيد الحياة يخدم إسرائيل أكتر من موطمه وعلشان كده البعض أعتقد أنها ممكن تكون تركة علشان يبقى في حجة لاستمرار الحرب حتى للشارع الإسرائيلي لأنه طول وقت عايز يوقف الحرب في غزة فهي واضح أن القصة غزة ملفه طيب نروح للحوسيين نحن شفنا ضربتين إسرائيليتين بعد ضربتين من الحوسيين الصيحة والساروخ اللي يطلع بس ويتيم يعني ولا يؤثر أثرا كبيرا ولو صغيرا لكن في المحصلة تهديد وإفزاع وما إلى ذلك هل بتعتقد أن الحوسيين بعد الضربة الإيرانية دي كمان هيبقى فيه امتدام ضربة أكتر هل إسرائيل بتضع برضو الحوسيين على الجدول ما بعد إنهاء حالة لبنان من التفرج للحوسيين يعني أنا شخصيا أعتقد أنه إسرائيل مستفيدة من وجود الحوسيين بمعنى أنه ما يسمى بممر التنمية البضاعة اللي بتأتي عن طريق أسيا وتدخل عن طريق دول عربية وتوصل إلى إسرائيل برا مستمر في حين أنه قناة سويسة أسرت فبالتالي إسرائيل مستفيدة في حركة الخط اللي جاي من دول عربية لإسرائيل وإمداده وعبر البحر بالسلع وحتى من تركيا مستمر اللي تضر هو مصر اللي تضر هو مصر يعني الرئيس السيسي كان بيتكلم على خسائر 5.6 مليار وده حقيقي ومعظم الملاحة في قناة سويسة أسرت والبحر الأحمر وباب المند المند ده بإسرائيل لم تتأثر كثيرا الحديث الحوسيين يوميا عن صواريخ في اتجاه إيلات أعتقد أن هذا الكلام غير حقيقي لأنه لو إيلات تعرضت لقصف صاروخي متواصل كان سكانها هيربو خاصة أن معظمهم من اللي جايين من مستوطنات غلاف رز السواريخ أو المسيرات اللي راحت في اتجاه تل قبيل كانت محدودة صاروخ ومسيرة وبالأمس أظن أن كان فيه صاروخ تاني وإسرائيل ردت في المرتين الأولين ردود قاسية استهدفت أهم مواني في الحديدة واستهدفت مستودعات الوقود واعتقد أنه لو إسرائيل حست أن الحوسيين بيشكلوا خطر عليها كانت وجهت لهم ضربة قاسمة ويقال أنه لديها بنك أهداف في العديد من المدن اللي بيسيطر عليها الحوسيين ساتهähltني ساته